طبعا موضوع الدورة والكاس ده السوبر بتاع السنة اللي فاتت طبعا ده بتورة تعد السنة اللي فاتت موضوع الدورة والكاس الكاس الهل فترة يعني انا بابه الأنوار ان شاء الله اني البتورة دي بتاعتنا ان شاء الله والفترة التي جاءت بتاعتنا زي ما احنا مواقعاتنا على طول فترة اللي فاتت احنا احنا الفرعة دي خمسة ست عسنين وصلهم هيا افريقيا واخدين forensic واخدين قاس مصورة إن شاء الله البطلات الجاية تكون أحسن من أول السنة هذه السنة جديدة علينا وسنة نوع دي الجمهور كله إن شاء الله البطلات الجاية جاية إن شاء الله بتاعتنا وعلى قد ما نقدر نحاول فيها إن شاء الله نخدها وإن شاء الله نرجع بالصور شوفوا خير الكلام مقلة ودل يعني كلام الكابتن الشناوي إن نحن كلعيبة بنتعاهد مع بعض إن نحن نرجع للأهل بطلاته والكلام أو الأمور مش بالكلام اللعيبة تشعر إن عندها إحساس فعلا إنه المسلمين اللي فاتوا يعني ضعت نقاط وضعت بطلات وضعت مباريات بشكل ما كانش الفريق ينفع يفقدها آه اتظلموا تحكميا بشكل ما علهوش فصال اللي بيتكلم على كده يشوف عدد النقاط بشكل واضح جدا اللي ضعت على الفريق بصوا الالتفافة والمعاهدة الأهلوية الجميلة في نص الملعب هي دي روح الأهلي وهي دي اللي لما بتاعت الفريق إنه بيقرى الفتحة وبيتعهدوا مع بعض شوفوا المسؤولين طبعا مجلس إدارة بروح الفانيلا الحمر إنهم يلتقوا مع بعض ويقروا الفتحة مع بعض ويتعهدوا مع بعض على إنهم يسعدوا جمهوره الكبير ويشرفوا نديهم العظيم هي دي الروح الأهلوية يا جماعة اللي أنا بقول لكم عليه ولما تكلم مارسل كولر تكلم على شخصية الفريق الأهل لما بيستعيد شخصيته ما تخافش عليه ما تخافش عليه بجد لأنه استعادة الشخصية هي اللي فيها الشعور إحساس اللاعب اللي بينتمل الأهلو اللي بيلعب الفانيلا الحمرى دي إحساسه بالكبرياء إحساسه بالجمهور اللي لازمن يسعده إحساسه بالروح الفانيلا الحمرى اللي بيقد بيها إحساسه بالمسؤولية لأنه الأهلي آه اعمل كل اللي عليك كابتن الخطيب لما تكلم معه ما تأثرش في حق الأهلي اعمل كل اللي عليك التوفيدة بتاع ربنا ما حدش يضمن حاجة لكن ما تأثرش في حق الأهلي اعمل أقصى شي مطلوب منك وربنا هو اللي بيوفق فإذا كان الكل بيبزل هذا الجهد الكبير إذا كانت الروح زي ما انتم شفتوها في الالتفافة مع بعض حتى عضا مجلس الإدارة بالفانيلا والترينيج موجودين معاهم إحساس اللاعبة إنه الكل في ظهرهم إحساس اللاعبة إنه النادي موفر لهم كل حاجة اللايحة جديدة فيها حوافز كافية جدا تخليهم فعلا يوصلوا إلى أعلى درجة من تمثيل الآهلي لأنه فعلا يستحق ده شخصية الآهلي ما بيفرقش معاها زي ما فروس صلاح بيقول لكم محدش تكلم على التحكيم لجايب حكم منين ولا حكم فين اللاعبة دي في حكم الاحتواء كسبو الزمال الخمسة أظن ما فيش كان أكتر من الاحتواء لما كابتن محمد عادل قال لك إحنا وصلنا دلوقتي للحظة الإدارة دلوقتي خلاص دي المانجمنت الإدارة يعني إيه خليها فيها احتواء يعني خليك حنين مع اللاعبة دي على فكرة مش مع حد تاني فبقول لكم إنه شخصية الآهلي ما بتوقفش عن مين الحكم وكان الكابتن صالح دايما يقول له فاكرين أنتوا الفيديو الشهير للكابتن صالح وهو بيقول للفرقة بالكامل وكان الكابتن ثابت الله يرحمه إحنا خدمين الحكام هو بيقول كده ليه كابتن صالح رجل اللعب كرة كبيرة ولعيب الكرة عارف إنه الفريق أو لعيب الكرة لما تنزل للملعب وحط في دماغها إن الحكم ضده أولا هيفقد تركيزه وهيبقى إلى حد كبير عنده مبرر أو شماعة جواه إنه أي حاجة ما الحكم كان ضدي ومتحسب باستمرار إن الحكم هيظلمه فدي واخد جزء من تركيزه وتفكيره لكن أنا لما ألعب بشخصية الآهلي هيظلمني في قرار حجيب جنو اتنين وثلاتة زي ما حصل بقول لكم الحكم بتكلم في الاحتواء وإنت بتكسب خمسة ولو كان فيه شيء من التركيز شوية المباراة تخلص كتير كان فيه ناس بتقول عد يا ليلى لكن زي ما بقول لكم أهم حاجة إن اللعبة فعلا تسترد شخصية الآهلي وتحافظ على شخصية الآهلي الروح الكبيرة اللي انتوا شايفينها أعتقد الجمهور حاسس بيها